الحقيقة قبل بس ما أبدأ أتكلم في الأمور اللي عندي الكتير النهاردة فجأت النهاردة أو مبارح الحقيقة وعدت أتحك كالعادة أن هناك بعض الإعلاميين وعلى السوشيال ميديا يقولك أن هناك تراشق ما بين النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي وما بين قناة نادي الزمالك بعض الإعلاميين منهم الأستاذ خالد أبو بكر مثلا الأستاذ خالد أبو بكر كتب كده أن هناك تراشق ما بين قناة النادي الأهلي وقناة نادي الزمالك الحقوا شوفوا إيه اللي بيحصل والكلام ده كل وحضراتك كنت فين يا أستاذ خالد وبقية الإعلاميين والناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا حضراتك كنت فين لمدة سنتين ده سنتين ده أنا بقول كده بس من ساعة ما الواحد اشتغل في قناة النادي الأهلي أو سنة ونص من ساعة ما الواحد اشتغل في قناة النادي الأهلي وحضراتك كنت فين من كمية الإساءات والبذاءات اللي بتخرج على النادي الأهلي وعلى مجلس إدارته وعلى جمهوره حضراتكم كنتوا فين وكنتوا سكتين ليه اشمعنا دلوقتي لما النادي الأهلي ابتدى يرد ويرد في إطار الاحترام والأدب ومبادئ النادي الأهلي حضراتكم طالعين تقولوا وانتوا بتردوا ليه ماينفعش تردوا الحقوا فيه تراشق ما بين قناة النادي الأهلي وقناة نادي الزمالك هذه ليست الحقيقة النادي الأهلي بيرد وبيوضح بعض الأمور وهو ليس في مجال الاتهام خلي بال حضراتكم الأستاذ خالد أبو بكر طلع واتكلم وقال ان فيه تراشق هنا وتراشق هنا وتراشق هنا احنا ما بنتراشقش مع حد النادي الأهلي اكبر واعظم ان هو يتكلم في هذه المواضيع ولكن احنا بنوضح لجمهورنا ايه اللي بيحصل احنا بنوضح لجمهورنا احنا حنعمل ايه خلال الفترة اللي جاية لانه الاجيال اختلفت الامور اختلفت اصبحت انا ولادي بيقولولي وولاد حضراتكم كجمهور للنادي الأهلي ولادي وولاد حضراتكم وولادنا في كل حتة بيقولولنا ايه دي لوقتي ابني لما بيشوفني يقولي يا بابا انتوا ما بتردوش ليه انتوا ما بتردوش ليه على كم الإساءات والبذاءات اللي بتحصل هو ليه انتوا ما بتتكلموش في هذه الأمور ده النادي الأهلي أكبر وأعظم من كده النادي الأهلي حيفضل طول عمره كبير وعظيم هو ليه حضراتكم سكتين احنا الحقيقة ما كناش سكتين ولكن كنا دائما ما نترفع عن الرد وعمرنا ما حنرد إلا بالطريقة اللي احنا عايزينها وعمرنا ما حنرد إلا بالكيفية اللي احنا عايزينها وفي الوقت اللي احنا عايزينه بالمناسبة أمور كثيرة جدا وكلام كتير جدا زي ما حضراتكم بتسمعه